رياضيا انطلقت بعثة منتخب بلادنا للناشئي لكرة القدم حامل لقب النسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا من مدينة المكلة في محافظة حضرموت متوجهة إلى الأردل المشاركة في النسخة الحادية عشر من البطولة التي تصديفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من الثاني وحتى الحادي عشر من سبتمبر وتضم البعثة نخبة من الخبرات الكروية على رأسهم المدرب سامر فضل الذي قاد المنتخب لتحقيق إنجاز تاريخي في النسخة السابقة وشهدت قائمة اللاعبين تواجد مجموعة من المواهب التي أظهرت قدرات فنية وبدنية عالية خلال الفترة التحطيرية للبطولة هذا وخض المنتخب عدة مباريات ودية خلال معسكره التدريبي في لودر وكذلك أبيا والمكلة استعدادا للمنافسات القوية التي تنطلق في الأردن وسيشارك منتخب بلادنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي عمان والسعودية ستكون المباراة الافتتاحية لمنتخب بلادنا أمام المنتخب العماني يوم الاثنين المقبل وستقام مباراة البطولة على ملعب الأمير محمد في الزرقاء وملعب البولو في عمان ويسعى منتخب بلادنا للناشئين إلى تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة السابقة ويأمل الجهاز الفني والإداري واللاعبون في تقديم مستوى فني مميز يرفع اسم اليمن عاليا في المحافل الرياضية